اتمنى من كل قلبي ان انتم تعملوا فوق الاكاونت بتاعها على انستجرام يعني يا ريت بليز قصتنا النهاردة بتبدأ مع بيت اسمها مارني اولسن طالبة في المرحلة الصنوية مارني شعرها قصير وبتلبس تقويم سنان ونظارات والشاعة مليان حب الشباب يعني حبوب يعني وكل الصفات دي خلت المدرسة الصنوية اسوأ ما كان بالنسبالها على العكس مع اخوها ويلي الوسيم واللي كان بطل كرة السلة في المدرسة مارني ما كانش لها اي شعبية وكانت ايامها صعبة جدا وفي يوم المباراة اللي اخوها بيلعب فيها بتكون بتشجعها يا لبسة لبس التمساح بس بتقع بطريقة مضحكة بتخلي كل البنات يتريقوا عليها وخصوصا بنت منهم اسمها جاي جاي لما بتحكي الاخوها ويلي بيسألها عن اسامي البنات اللي تريقوا عليها عشان يعرفهم حجمهم بس هي ما بترداش تقوله هي بيقولها انها مش فشلة ولازم دي قاصقة من نفسها عشان تنجح وده اللي بيحصل فعلا بعد 8 سنين بتكون مرني خلعة التكويم وحطت العدسات وبقى شعارها دايما معمولة على اخر موضة ومتبسط مظهرها اللي تغير دي جمان بقت مديرة نجحة في شركة كبيرة من شركات العلاقات العامة بتطلب من مديرها اجازة يومين حشان تحضر فرح اخوها في نيويورك وترجع بس المدير بيطلب منها تحدى شنطتها نهائي وبتتخضوا بعدين تعرف انه اديها منصب نائبة الرئيس فرع نيويورك مفاجأة رائعة بتكلم والدتها وهي في الطيارة فمامتها بتقول لها زي ما تعرفيش جوانا عروسة اخوكي ويلي وهي المفروك كانت معاكي في نفس المدرسة في السنوي فمارني بتقول لها انها مش فاكرة اي بنت اسمها جوانا فمامتها بتقول لها انها ساعتها كانت معروفة باسم شهرة بس هي مش فاكرة فبتفتح مارني صورة جوانا وويلي وفجأة بتفتكر الويش والاسم وبتقول لمامتها اسمها جاي جاي فبتقول لها أيوة بالزبط الله ينور عليكي لكن مامتها ما بتشوفش الشصدمة اللي ظهرت على وشي مرني خالص وليه أخوها اختار من وسط كل البنات أكتر بنت عزبتها في حياتها وهي في المدرسة الثانوي بنت من جهنم زي ما سمتها في الحقيقة ولي أخوها ما كانش يعرف كده لأنها رفضت تقول له على أسامي البنات اللي كانوا بيتممروا عليها بتتعصد بس بعد فترة بتهدأ وبتقطنع أن جي جي أو جوانا أكيد كبرت وتغيرت عن زمان زي ما هي كمان اتغيرت وده بس كان شغل عيال بتوصل بعد غياب وكلهم بيستقبلوها في فرحة وبتاخدها مامتها لقضيتها وبتقول لها أن جوانا هتشاركها فيها وبتقابل ولي وبعدين باباها وبتبقى سعيدة جداً لحد ما تيجي اللحظة اللي هي قلقانة منها لحظة مقابلة جوانا في الأول بتحس كأنها بتستعد الحرب جديدة لكن بتلاقي جوانا بترحب بيها وبتقول لها أنها كان نفسها تقابلها من كتر ما ولي كلمها عليها فبتدى مخوافها وبتحس أن الخفضة ما كانش لي أساس بيعود على ترابيس الصفر عشان يتعاشوا سوا وبالرغم أن الأمور بتبان هادية من برة لكن واضح أن الحرب البردة بين مارني وجوانا بدأت بتسأل مارني إزاي ولي أخوها وجوانا تقابلوا فبقول لها أنه كان بيغني في حفلة وهناك تعرف على جوانا واكتشفوا أنهم ما من نفس البلد وبتعمل مارني نفسها مش عارفها جوانا نيهاء وأول مرات قابلها بتسأل جوانا مارني عن شغلها وهنا بتستغل لمارني الفرصة عشان تباين أنها بقيت نجحة مش مكررة فشلة زي ما جوانا وصحبتها كانوا بيقولونها زمان وبترد كمان السؤال لجوانا عشان تشوف البنت اللي كانت فاكرة نفسها هايلة دي في السنوي يا طارع عملت إيد الوقت في مستقبلها بتتمسكن جوانا في أول الكلام وبتقول أن حياتها العملية مش على نفس أهمية جوانا ما بتحس مارني بالراحة بس بعد كده جوانا بتقدر تحول تدفل صالحها لما بتقول إنها بعد وفاة والدها بدلت تشتغل في العمل التطوعي وتساعد الناس كلها وسحبت البساط من تحت رجل مارني وخدت القاعدة كلها لنفسها تحيي فيها عن طبطها ومساعدتها لكل الناس وإنها اشتغلت كمان ممرضة تطوعية بتقوم مارني من على الترابيزة وبتحاول تكلمهم بس محدش بقى منتبه لها فبتمشوا هي زعلانة خبيثة إنتي أو يا جوانا الوحيدة اللي بتلاحظ انسحبها هي والدتها فبتروح وراها وبتقول لها مارني إنها مستغربة إنه جوانا مش فاكراها بس صمامتها بتقول لها إن هي نفسها كان عندها مشاكل أيام السنوي رغم إنها كان لها شعبية كبيرة وإنها لازم تكبر دماغها وتنسى الماضي وفجأة جرز الباب بيرن وبتكون عم جوانا جاءت تزورهم لأول مرة وفجأة بتلاقي والدت مارني نفسها هي كمان قدام عدوتها القديمة من أيام السنوي وبسرعة بتلاقي نفسها حاسد بنفس إحساس بنتها لما بتلاقي عم جوانا خدت الأضواء منها بسرعة بعد ما يعرفوا إنها صاحبة مجموعة من أشهر الفنادي وكمان وزعت الهدايا الفخمة بتاعتها على كل الموجودين بعد ما بتمشي عم جوانا بتقول والدت مارني الجزهع عن إنها كانت صاحبتها زمان بس فجأة قلبت عليها من غير سبب وبقت قلد أعداءها بس هو بيقول لها نفس الكلام اللي هي قالته لبنتها وإنها لازم تنسى الماضي وتعتبره مش موجود بتواجه مارني جوانا بصورتها وهي في سنوي بالتقويم وبتسألها إن كانت عرفتها بس برضو جوانا بتفضل تنكر وبتقول لها إنها مش فاكرها خالص بتخرج مارني مع ويلي وجوانا عشان يروحوا للجيد دباني ياخدوها للتدريب الرأس اللي قبل الفرح وبعدين مارني بتسأله إزاي طلب إيه جوانا فبيقول لها إنه عمل كده في بيت الشجرة وإن بيت الشجرة عيبقى هدي يتجوازه لها وياخدوه ينقلو البيتهم الجديد وبتحس مارني إن جوانا بتسرق منها كل حاجة حتى ذكرياتها مع أخوها لإن بيت الشجرة ده بنوه سوا لما بتعدي العربية قدام مدرستهم القديمة ممتقدرش مارني تمسك نفسها وغزبا عنها بتفتكر الذكريات القديمة مع جوانا بتكلموا عن ذكريات المدرسة وفرقة المشجعات وبتقول مارني إن كان فيه بنت من الفريق استغليلية وبتصاحب كل شوية شاب لحد ما تخلص على بلوسه وبعد كده بتتقل واحد غيره وطبعا بيكون قصدها لجوانا لكن جوانا بتستمر في مسلسل الإنكار وبتقول إنها مش فاكرية خالص وبعدين بتوقع عمارني في الكلام لما بتقولها إنهم بيقولوا إنها كمان صاحبة مدير مدرسة ويلسون فبترد جوانا بسرعة لا طبعا كدبين ما عملتش كده وبعدين بتحس إنها كانت هتكشف نفسها قدام ويلي فبتكار تنتقم من مارني وبتشغل أكتر أغنية مارني كانت بتكرهها لأن جوانا وأصحابها كانوا بيغنوها وهم بيشيروها ويحدفوها برا المدرسة وبتبص جوانا لمارني بصة في المراية العربية معناها إنها فاكرة كل حاجة وهتوريها لو هي ما سكتتش بعد ما يوصلوا للجدة باني مارني بتلاقي إن جوانا كمان تصحبت على الجدة وكلت منها الجو فبتصور إنها هائلة هتساعد الجدة في اللبس بس لازق طائم السنين بيلزق في شعرها وبتضطر تقصه بعد كده بيخرجوا مع الجدة وفجأة بتقابل جوانا واحد من الشباب اللي كانت عرفاهم زمان يوقفها بتحاول جوانا بزحلقه بس مارني بتقوله ويتكلم براحته بيطلب معاد من جوانا بس هي بتقوله إنها هتتجوز السبت اللي جاي فبيبارك لها هي ولي ويمشي وهوز علان لما بيوصلوا قاعدة التدريب بتقابل مارني مامتها اللي بتحاول تطمنها بس أول ما بتوصل عام جوانا بتكون الأم هي اللي محتاجة حد يطمنها بتلاقي مارني نفسها لوحدها وسط التدريب وبعدين بيوصلت شارلي زميلهم القديم في سنوي وبتفكروا مارني على طول لأنه كان قطيب واحد في زميلها وكان بيساعدها دايما في الموقف الصعبة بيخلص تدريب الرأس وبيرجعوا البيت وبتتكلم مارني مع أخوها الصغير وبتقولوا إن جوانا عملت غسيل مخ الأخوهم وده خلام الشاي في عيوبها فبيقول لها إنها بتبالغ شوية بس لما بتقولوا إن ولي أخوها هيدي جوانا بيت الشجرة بيعرف إنها صح بس بيشوفوا إن الوقت دايق قوي على إنهم يعملوا حاجة لأن الفرح بعد 48 ساعة بس مارني بتقولوا إنهم مش لازم يستسلموا وإنهم لازم يكلموا ولي لوحده بتلاقي مارني ولي في الحديقة فبتحاول تتكلم معاه بيقولها إنه بيتدرب عشان سباق جاري وهيجري مسافة كبيرة فبتكلم مارني تجري معاه عشان تكلموا وهم بيجروا سوا لكن ظهور شارلي بيبوز خطتها كلها ومش بيينوبها أي حاجة غيرناها جريت كتير قوي وفي الآخر بتقع في التين وبيقرسها نملي كتير في وشها ويجوانا بتحط لها شحمة خمزينة علشان القرس فبتغسر وشها وتجري عايز عشان تحضر حفلة توزيع عداية العروسة اللي قبل الفرح بتلاقي شكلها بقى هو نفسه تقريبا بتاع أيام السنوي بشعرها المقصوص وكمان لإنها اضطر التلب استندرتها القديمة بدل العدسات اللي وقعت وكمان والشاء بقى مليان حبوب من قرس النملي بتروح والدت مارني لعمة جوانا وبتقول لها إنها مسامحها لأي حاجة قديمة كانت بينهم في السنوي ولما بتركب مع مارني عشان يروحوا حفلة توزيع عداية الفرح بتقول لها إنها لازم تسانح زيها لكن بمجرد ما بتشوف عم جوانا في العربية اللي جنبهم كل النصايح دي بتروح وبتقول لبنتها إنها مش لازم تعمل زيها في حاجات معينة وبتتهور وتسوق بسرعة عشان عم جوانا ما تسبقهاش وتوصل هي الحفلة الأول لما بيوصلوا الحفلة بتقابل مارني لبنات صاحبات جوانا اللي كانوا بيضايقوها في السنوي ويبتدوا يتنمروا عليها تاني لأنه كلهم اتجوزوا وبقوا حوامل وهي لسه حتى مش مخطوبة لما بترجع البيت بتتفق مع أخوها الصغيرة على خطة يقدروا بيها يخلوا ولي يعرف حقيقة جوانا لوحده لما يشوف كل حاجة بعينه وفي الحفلة اللي قبل الفرح بتعذب مارني الشاب التام اللي كان عارف جوانا قبل كده وقابلهم في الطريق وبتزعل جوانا بس موني بتعمل نفسها عزمتول إنها هتكون لوحدها في الحفلة بيطلع تام عشان يقدن كلمة للعروسة وبيعرف كله إنه كان خاطب جوانا قبل كده من زي ما هي اتدعت إنها تعرفه من بعيد وبيبضل ولي يقول لها إنها زي ما عرفتهوش وبعد كده بيعرضوا الفيديو اللي كانت جوانا مصوراة أيام السنوي وبيظهر فيه كل العملاته في مارني فبيحس ولي إنها كدبت عليه في حاجات كتير وبيسيب الحفلة ويمشي وعالة ولي بيعرفه إن الشريط ده مارني اللي قدمته للعرض وبيزعله منها بس بتقول له إنها عملت كده عشان مصلحة ولي وإنه لازم يعرف حقيقة البنت اللي هو بيتجوزها وبتعض جوانا زعلانا وتيجي مارني تقول لها إن لو كانت اعتذرت لها كان كل حاجة وحشة انتهت بس جوانا بتتعصب على مارني وبتجي وراها وبتحدفها بأطباق الحفلة فبتحدف مارني هاي كمان عيال أطباق وبتقصر لها فازدها وبتقعد مارني على كرسي فبتقوم جوانا وبتجيب حل أكل وتدلق على دماغها وفي اللحظة دي بيتدخل ولي وبيشوفها وبيتصدم وبيقولها إنه كان راجع علشان خاف عليها بس هو خلاص زهق منها لأنه عارف إنها متنمرة وكذابة والشخصية غير اللي كان عارفها وبيقول لأخته كمان إنه زعلان عشان اللي عملته من وراها في الوقت ده عمت جوانا ووالدة مارني بيكونوا بتخنقوا بسبب اللي حصل لجوانا وبيقع وصوها بحمام السباحة وبيعودوا يصفوا حساباتهم مع بعض وبيتقول عمت جوانا إنه والدة مارني كانت واخدى كل حاجة لنفسها وماهتمتش بيها مع إنها كانت أقرب صديقة ليها وده اللي خلاها كرهتها بعد كده بس بالآخر بيتصالحوا لكن أبو مارني بيجي ويشوفهم وموقعين في حمام السباحة وبيتضايق من تصرفه وفي البيت بيجمع مراته ومارني وبيقولهم إنه عقبهم عشان تصرفاتهم المشمسؤولة اللي بوزت الفرح وقال بيته نكت بالليل لما بتكون مارني نايمة بتلاقي كلبهم بيشدها عشان تشوف حاجة تحت بتنزل وتلاقي جوانا لابسها فستانها وقاعدة تأكل قدام التلاجة فبتتريق عليها مارني وتقول لها إنها كده هتدخن بس جوانا بتقول لها إنه مش مهم وطلقها ما فيش جواز وبتقول لمارني إنها عملت مجهود كبير بعد السنوي عشان تغير من شخصيتها تبقى بني قدمك كويسة وبتصعب على مارني فبتقول لها إنها فعلا بقت كويسة وإن بوبا ومومتها أكيد فخورين بيها فبتقول لها جوانا إنهم أكيد مش فخورين بيها لأنها ما اعتذرتش لها أول ما جت وإنها كانت خايفة العيلة يزعلوا منها لما يعرفوا اللي عملته وهي صغيرة بعد ما كانت حبتهم وحست إنهم بيعوضوها عن بوبا ومومتها اللي ماتوا وبتقول لمارني إنها مش مكانها بس العيلة حبتها لأنهم كانوا مفتقدين مارني وحسوا إنها مالت مكانها مؤقتا وبتتأسف لمارني اللي بتسمحها وبتكرر تساعدها بتلاقي مارني أخوها بيتضرب على الجاري وبتحاول توقفه بتعمل إن رجليها تصابت وبتقوله إنها تأكدت إن جوانا تغيرت فعلا وإنها بتحبه وعرفة إنه كمان بيحبها فلازم يكمله سوا بتصالح جوانا وويلي وبيرجعوا البعض بس لما بيكونوا عاديين في بيت الشجرة بتعرف مارني من أخوها الصغير إنه كان فكك مصامير البيت عشان يخبينه وويلي وجوانا ما يخدوهش بعد ما يتجوزه وقبل لما مارني تلحق تحذرهم بيكون البيت وقع بيهم وبيروحوا للمستشفى وبتتجبس إيد مارني ورجل ويلي بيقولهم الدكتور ووالد ويلي إنهما يضطروا يأجروا الفرح باستمرني بتعمل لهم مفاجأة وبتجيب فستان جوانا لها هناك وبتعمل لها مكان زي منصة الجواز جوه المستشفى وبتكون هديت جوازها ليهم هي فرقة بتغني أغنيتها المفضلة اللي بتحبها هي وويلي وبكده يا جماعة احنا وصلنا لنهاية القصة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك في الفيديو وفوروا الأكاونت التاعي على إنستجرام ربكم فيديو معادي عجبكم السلام عليكم اشتركوا في القناة